مرحبا بكم في فيديو تاني كنوري لكم طريقة تانية كيفاش نزول الروموش يعني بطريقة غير صحيحة واننا استخدمنا فيها مثلا كولا غير ماشي خاصة يعني كتكون تقيلة وقصحة يعني في اللول كتبان عادية ولكن من بعد ديومين كتعطينا هاد النتيجة هادي انها كتقصح وكترجع في حل الحجرة ومن بعد الاكليونتا دينا كيبقا وعينيها يكلوها وكيبقا ويحكوها وما كتعرفش شنو تدير وفي هذه اللوحدة هادي مثلا إلا ما زولناهم مش بطريقة صحيحة فيقدرو بعد الناس ينتفو الشفار ديالهم فهنا كيفما العادة كان بخوتجيو العين كان أبليكيو جيل اكسطنسيون خاص ريموفر دياليز اكسطنسيون ديسي الخاص بالعينين راني ديجا تكلمت عليه في الفيديو السابق ديال الازالة الروموش من بعد كان أبليكيو وهنا كان زيدو الوابور يعني هنا الوابور كيساعدنا هنهو كيرتطبنا ديك الكولا وكتزول بسهولة كيفما شفتيو في الفيديو وبيدون دارار يعني هنا راني كانزول لزيكستنسيون ما كانزولش معاهم شفار ديال لكليونتا ديالنا وكانزول بحادر ومني كانديروه كانخليو واحد المدة يعني ما بين عشرة دقيقة حتى الخمستاش دقيقة ومرة مرة كانزولو الوابور باش ما يخنقناش لكليونتا ديالنا وما يحرقلهاش لعينين ديالها يعني كانخليو هكي هدي كانزولو الشفار شوية عاوساني كانريحو العينين من الفابور يعني كانتفو الفابور كيرتاحو العينين عاود كانرجعوه يعني ما بين هاد الخدمة هدي خسنا نديروها ما بين عشرة دقيقة حتى الخمستاش دقيقة وانشاء الله هانسو ما غادي تشوفو النتيجة النهائية النهائية كيفاش العينين ديالنا الشفار ديال لكليونتا ديالنا بقاو بخوبر وما فيهم حتى شوياد الكولا ونقيقين وما زولناش شفار يعني شفار ديالها بقاو زوينين صحيين ها هي دي الخدمة ان شاء الله نتمنى انكم تستفدوا من الفيديو مع السلامة اشتركوا في القناة